بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الرابع من الفصل الثالث لمكرر نظم التجرير وفي الجزء ده جماعة هنبدأ نتعرف شوية عن معلومات أكتر عن البروسيس والمعلومات تتخزن فين ولما نجي نتتبع أثارها ممكن نرسم شكل يدل على أثر هذه العمليات تعالوا نشوف الكلام ده مع بعض دلوقتي بنقول إيه بنقول إحنا على سبيل المثال زي ما قدامنا كده شايفين عدد من البروسيس قدامنا بروسيس إيه شايفين وبروسيس بي وبروسيس سي معي الشكل اللي قدامنا ده جماعة بيوضح إمتى العمليات بيحصل لها رانينج وإمتى بيحصل لها ريدي وإمتى بيحصل لها بلوقت يعني رانينج بنرمز لها بالرامز الإيه هي مستطيل للأصمر ريدي اللي زي ما أنت شايف كده مستطيل أخضر وبلوقت متخشر قدامي كده بإيه بخطوط مخشرة قدامي طيب طيب نشوف مع بعض يعني مثلا على سبيل المثال الشكل بيوضح إيه بيوضح إن البروسيس إيه اللي قدامك ديت بيحصل لها رانينج في الفترة التنفيذية اللي قدامنا تعال في عندنا مقياس اسكيلة هوت لو إحنا قلنا إن ده بنتدي من عند مثلا الصفر يخلص عند ثانية ستة معنى كده إن الفترة التنفيذي العاملة ديت كم ثانية ست سواني مزبوط طيب إمت بيحصل لها ريدي في الفترة الزمنية ما بين مين ما بين الجزء الأولاني اللي هو عند الثانية ستة لغاية الجزء إيه ده تعالي نشوف نتتبع مع بعض كده أيوة ممكن مثلا عند الثانية مثلا 34 إذن في الحالة ديت البروسيس اللي قدامي أقدر أعرف معلومات عنها من الشكل اللي قدامنا وده من الشكل من الدروه من الرسمة اللي قدامي معايا هنا بيوضح لك إن أنا ممكن أعمل ها أو أتتبع أثار البروسيس بأشكال معايا جميل طيب الشكل ده يا جماعة هنستخدمه فيما بعد لما نيجي نتتبع أثر كل عملية وإمتى بتتنفذ وإمتى بتنتهيه طيب نشوف مع بعض كده البروسيس بي البروسيس بي واضح إن هي بتتنفذ فترة تنفيذية بسيطة ماش كده اللي هي الجزء ده وبيحصل لها ريدي في الجزء الفترة دي كلها وبلوكد بقية الفترات أو بيحصل لها إيه أيوة صح كده بلوكد انتهاء ماش كده طيب إيه كمان يا جماعة البروسيس برضو بيحصل لها تنفيذ في الجزء ده زي ما أنت شايف وبيحصل تبقي ريدي في الجزء التاني ده بيحصل لها برضو تاني ريدي وبيحصل لها كمان إيه هه راننج إذا ما الشكل قدامي أقدر أفهم كل بروسيس من دي بيحصل لها ريدي إمتى راننج إمتى وبلوكد إمتى طيب نشوف مع بعض كده مع بعض الجزء التاني بنقل إيه بنقول ان البروسيس كنترول بلوك أو البيسي بي هو عبارة عن إيه عبارة عن زي ما أنت شايف كده يا جماعة عبارة عن جدول زي ما أنت قدامك ده في كل حاجة عن البروسيس كل حاجة عن العملية بمعنى بيحكي حالة البروستس هيا لدي رادي رادي وويتنج وكمان البروستس بيبقى لها راكم وكمان بيحكي عن البروجرام كاونتر كومتو تبقى بكام والرجستر اللي هي مرت عليها وكمان الممر لميتس يعني ايه يعني الممر قدامك هيا البروستس ديت الليميتس بتاعتها فين بدايتها فين ونهيتها فين تمام وليست اف اوبن فايز يعني ايه جماع يعني كمان كمان كل الملفات اللي البروستس ديت فتحتها يعني جدول بيحكي كل حاجة عن البروستس يعني نظام التشغيل ما بيصيبش البروستس في حالها بيحكي كل تحاجة عنه فين زي ما انتا شايف كده الجدول اللي قدامنا دة او المعلومات اللي قدامنا ديت بيسموها كنترول بلوك بروسس كنترول بلوك بي سي بي وهذا معناه انه في كل حاجة عنا زي ما حتفقنا بروسس ج using Hydत رجسترز حتى CPU رجسترز اللي هتعاملت معاه وكمان CPU scheduling info معلومات عن جدولة CPU memory management info وكمان إدارة الزاكرة ما تمت ما تم في الزاكرة علاقة البورسة دي ايه بالزاكرة وكمان accounting info وكمان العمليات حسابية بسيطة زي CPU time الوقت المستغرك في تنفيذ CPU وكمان time limits وقت تنفيذها وحدود التنفيذ والinput output status السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته